السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير طلاب الصفل الخامس الابتدائي مكملين يا ولاد مع بعض النهاردة حل كراسة المراجعة من كتاب المعاصر هنبدأ مع بعض النهاردة ان شاء الله من أول صفحة 12 بيجة 12 ان شاء الله يكون فيديو مفيد بالنسبة لكم بس في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معنا يا ولاد أسئلة تشوز على يونت ثري هنبدأ بالسؤال الأول بيقول لي we need two a hour suitcases for our holiday tomorrow احنا محتاجين need two نحتاج أن a hour suitcases أكيد طبعاً pack فعلي مهم جداً يحزم السودكيس حقائب الصفر for our holiday علشان أجازتنا tomorrow غداً number two the sculptures المنحوتات in the white desert في الصحراء البيضاء were made by اتعملت بواسطة مين أكيد طبعاً wind erosion تعريت الريح number three it's very hot and dry الجو حر جداً وجاف in the a أكيد طبعاً in the desert في الصحراء number four the Aswan high dam السد العالي في Aswan was built at bana to a the nile floating أكيد طبعاً control علشان يتحكم في فيضان النيل number five people in Mexico الناس في المكسيكا وبيلبسوا إيه أو بيرتدوا إيه أكيد طبعاً hats قبعات to protect their faces علشان تحمي وجوههم from the sun من الشمس number six the a is the long white robe يعني إيه رداء أبيض طويل أكيد طبعاً دي الجلبية طيب number seven بيقول لي فيوم has amazing a all in one place أكيد طبعاً sites يعني الفيوم عندها مناظر sites يا أولاد معناها مناظر مناظر amazing مدهشة all in one place يعني كلها موجودة في مكان واحد number eight in Egypt's white desert في الصحراء البيضاء لمصر the wind الرياح and sand والرمال turn the rocks بتحول الصخور into beautiful a أكيد طبعاً sculptures لمنحوتات جميلة number nine واد الريان بارك حديقة واد الريان is a too many birds أكيد طبعاً home to موطن لي موطن للعديد من ال birds الطيور and animals والحيوانات number ten the night river نهر النيل a out into two branches أو أكيد طبعاً بيتفرع إلى spreads out into معناها يا أولاد يتفرع إلى فرعين number eleven cairo is the a of Egypt أكيد طبعاً كايرو هي capital أو العاصمة بتاعة مصر طيب number twelve بيقول لي a waterway هو مجرى مائي made by humans يعني صنع بواسطة البشر is cold اسمه إيه أو يدعى إيه أكيد طبعاً الكنال أو القناة number thirteen بيقول لي is an area of land هي مساحة من الأرض أو منطقة من الأرض that is low blue sea level بتكون منخفضة عن مستوى سطح البحر sea level أكيد طبعاً ده تعريف depression أو المنخفض أي بصفحة 13 page 13 السؤال الأول بيقول لي I went to my bedroom أنا ذهبت لي غرفة النوم بتاعتي 2A 2A أولاد بيجي وراها الانفاناتف فهاختار هنا كلمة sleep علشان أنام to sleep number two ملك wears her sunglasses ملك بتلبس النظارة الشمسية بتاعتها 2A her eyes للسائلين 2 بيجي وراها المصدر to protect علشان تحمي عيونها من الشمس number three miss Fatma made a new dress miss Fatma عملت فستان جديد 2A in a wedding أكيد طبعاً to wear علشان تلبسه in a wedding في حفل الزفاف 2 بيجي وراها المصدر number four ياسر studied hard ياسر زاكر بجد 2A good grades أكيد طبعاً جت علشان يجي براجات جيدة 2 بيجي وراها المصدر number five طارق went to the market طارق راح السوق yesterday مبارح some oranges هنا أنا بقول السبب علشان يشتري اللي هي to buy 2 والمصدر بعد كده عندي سؤال complete بيديني يا ولاد كلمة موجودة ما بين قصين مطلوب منك اللي أنت تصحح الكلمة دي number one بيقول لي they went to the mechanic هما راحوا للميكانيكي a their car fax هنا غالب فالمفروض هتبقى a two fax لإني بقول السبب هما راحوا للبيكانيكي ليه علشان يصلحوا يبقى two والمصدر two fax their car number two he stayed late and the office هو بقى لوقت متأخر في الأوفيس أو المكتب a finish the project أكيد طبعا هقول السبب فهقول two لكي finish ينهي the project أو المشروع number three بيقول لي he bought هو اشترى new sneakers حذاء ريادي جديد for playing football فأنا عايزة أقول علشان يلبسوا وهو بيلعب كرة قدم فهقوله السبب يبقى two wear لكي يرتدي number four I wore a sweater war هي ماضي wear أنا ارتديت sweater blower stay warm فعايزة أقول علشان أبقى دافئا يبقى two والمصدر يبقى two stay warm and finally number five بيقول لي هند went to town هند رحت المدينة two a أكيد طبعا المصدر المصدر من boat هي buy to buy a new suitcase علشان تشتري حقيبة صفر جديدة طيب بعد كده يا ولادة عندي شوية تمرين على unit four الوحدة الرابعة موجودة عندنا صفحة 15 page 15 السؤال الأول بيقول لي plants النباتات need تحتاج lots of الكثير من to help them grow علشان تساعدهم انهم ينموا ويجبروا أكيد طبعا ال sunshine أشاعة الشمس number two the green house gases غازات الاحتباس الحراري make the a go up بتخلي الاي ترتفع أكيد طبعا ال temperature أو درجة الحرارة ترتفع number three بيقول لي looks after the environment and helps local people كيد طبعا الايكوتوريزم يعني ايه ايكوتوريزم السياحة البيئة أولاد كيد طبعا هي looks after بتعتني ب the environment البيئة and helps وبتساعد local people السكان المحليين number four بيقول لي tamir cleans up his room tamir بينظف الحجرة بتاعته أو الغرفة بتاعته when it gets ايه أكيد طبعا لما تبقى messy فوضوية number five the garden is full of ايه الحديقة مليانة بايه they are harmful plants هي نباتات ضرة أكيد طبعا الويدز الأعشاب الضرة number six ecotourists السياح البيئيين اللي هما السياح اللي بيبقوا أصدقاء للبيئة like to learn بيحبوا يتعلموا about local a projects أكيد طبعا wildlife بيحبوا يتعلموا بخصوص مشاريع الحياة البرية المحلية number seven بيقول لي اكيد طبعا produce احنا بننتج الكثير من غازات الاحتباس الحراري عن طريق أو من خلال المصانع أو الفاكتوريز number eight بيقول لي tourists السياحة dive بيغوصوا in the red sea في البحر الأحمر near the air reefs أكيد طبعا coral اللي هي الشعاب المرجانية number nine ecotourists السياحة البيئيين السياحة أصدقاء البيئة can stay in air بيبقوا فين in taba أكيد طبعا camps مخيمات number ten the air keeps all the plants inside it warm من اللي بيخلي نباتات كلها دفية بالداخل أكيد طبعا الجرينهاوس أو الصوبة الزجاجية and finally بيقول لي there is no air on elephantine island مفيش air في جزيرة elephantine أكيد طبعا traffic مفيش حركة مرور so لذلك it's very quiet الجو هادي جدا هناك طيب عندي صفحة 17 ياولاد page 17 السؤال الأول بيقول لي at seven o'clock yesterday evening يعني مساء أمس الساعة السابعة يعني أمبارح المساء الساعة سبعة sally and heba sally and heba atv واضح جدا ان الجملة دي معمولة في زمن الماضي المستمر past continuous اللي كان بيتكوّد من was or where plus وبالتالي هاختار where watching طب لي يا تيتشار مختارتيش مثلا هنا watching لأن مفيش was or where لازم يبقى الverb to be موجود عندك اللي هو was or فهنا هاختار where watching number two بيقول لي what is doing at this time yesterday طالما يا ولاد لأن الفعل متضاف له ing يبقى أنا أكيد أكيد هاختار الverb to be الverb to be انتم عارفين am is are was where طب أنا هستبعد is ليه لأن هنا في كلمة yesterday يعني الجملة دي ماضي مستمر مش مضارع مستمر وبالتالي هاختار هنا يا ولاد يا إما was يا إما where طب أختار مين على حسب الفاعل أو الsubject سما مفرد يبقى هاختار إيه was فكركم أن الwas بتروح مع i والhe والshe والit والاسم المفرد إنما where بتروح مع you والwe والthey والاسم الجمع number three بيقول لي you having dinner at nine o'clock yesterday even رح جدا أن الجملة في زمن الماضي المستمر الفاعل متضفل ing يا إما هاختار was يا إما هاختار were على حسب مين الفاعل you هنختار على طول الwhere يوحد يقول لي are ويقول لي الفاعل متضفل ing لأ الجملة دي مش في زمن المضارع المستمر في عندك yesterday evening ده ماضي مستمر يا was يا were number four بيقول لي they were a the laughing room all day yesterday were يبقى ing على طول was or were يبقى هنختار الفرب متضفله ing number five بيقول لي it a at 8 o'clock yesterday morning نفس الكلام الجملة دي في زمن الماضي المستمر وبالتالي يا إما هاختار wasn't raining يا إما هاختار weren't raining لأن الاتنين دول في الماضي المستمر طب أي واحدة هاختارها أرجع للفاعل it طبعا بتاخد a was يبقى it طبعا تخلوا بالكم إن ده أولاد سؤال طب أعمل إي يا تيتشر طالما لقينا الفرب متضفله ing يبقى أنت على طول على طول هتختار مين الفرب to be وإحنا قلنا الفرب to be اللي هو مين am is are دول بتوع المضارع was were دول بتوع الماضي طب أنا هنا بالذات في الجملة دي هاختار يا إما الwas يا إما لإن في كلمة last night ده مش مضارع مستمر ده ماضي مستمر يا was يا were طب أنهي واحدة فيهم ارجع بقى للفاعل بتاعك هي طبعا بتاخد was يبقى was he's still working at 7 p.m last night طيب number 7 بيقول لي she was in her bedroom was وإنت مغمد الفعل متضفله ing طيب بديني هنا يا ولاد شوية جمل فيها شوية أخطاء مطلوب مننا اللي احنا نصلح الأخطاء دي number 1 بيقول لي what you do at 9 yesterday morning الجملة دي يا ولاد في زمن ايه الماضي المستمر اللي بيتكون من ايه was aware plus verb plus ing بس خلوا بالكم ده سؤال وبدئ بأداة استفهام طب نرجع بقى على التكوين بتاعه أداة الاستفهام وبعد كده الفاعل المساعد يا إما was يا إما were وبعد كده الفاعل وبعد كده الفاعل plus ing ده تكوين السؤال يا ولاد في زمن الماضي المستمر نرجع تاني أداة الاستفهام الفاعل المساعد يا was يا were أرجع لمين أرجع للفاعل اللي you بتاخد were عشان كده قلت ايه were وبعد كده الفاعل وهو مكتوب عندك اللي هو you وبعد كده الفاعل هو برضو مكتوب عندك do بس خلي بالك تزود له ing number 2 بيقول at one o'clock yesterday we a launch واضح جدا برضو إن الجملة في الماضي المستمر بيتكون من ايه فاعل was were والverb ing طب اختار was ولا were أكيد طبعا الwe بتاخد were والverb اللي هو have هنعمل برضو الجملة يا أولاد في الماضي المستمر الفاعل was were verb ing الفاعل اهو was ولا were لأ ايه بتاخد was والverb اللي هو ايه بتديهو لك work وبعد كده الing i was working number she the kitchen at five o'clock yesterday برضو الجملة في الماضي المستمر يا أولاد فاعل وبعد كده was aware was ولا were was ولا were على حسب الفاعل الشي بتاخد was بس خلي بالك دقيل لك هنا not يبقى لازم تنفي was وتخليها wasn't يبقى she wasn't ادي was وبعد كده الفاعل اللي هو clean وضيف له ing she wasn't cleaning number five بيقول لي tennis at 6 p.m. no هبدأ بال a ya بال was ya بال were طيب ال u هتاخد a u هتاخد were وبعد الفاعل المساعد هحط الفاعل اللي هو you مديهولي وبعد كده الفاعل ما تضفلو ing playing اهو مديهولي برضو يا أولاد يبقى you playing tennis at 6 p.m. last week number six بيقول لي they were a the school garden yesterday الفاعل الموجود عندنا اهو انا يدوبك بس احطط له ing number seven بيقول لي who a knocking on the door last night الجملة دي باردو معمولة في الماضي المستمر بدليل ان الفاعل متضفله ing وفي عندي كلمة last night زاد الاستفهم هيجي وراها الفاعل المساعد الفاعل المساعد طالما في الماضي المستمر يا اما was يا اما where اختار اي واحدة اكيد طبعا was لان الماضي من is هي was number eight بيقول لي he cutting down the tree last week طالما الفاعل متضفله ing وفي كلمة last يبقى الجملة في الماضي المستمر طبعا دا سؤال يا ولاد هبدأ بالفاعل المساعد فاعل مساعد فاعل طيب الفاعل المساعد بما اني بتكلم في الماضي المستمر يا اما was يا اما where طب اللي هي هتاخد ايه اللي هي هتاخد was يبقى was he cutting down the tree last week صفحة 19 يولاد page 19 number one بيقول لي the living things الكائنات الحية in a are fish هي السمك crabs and seaweed الاعشاب البحرية اكيد طبعا هنا بيقصد بركة المياه الصخرية اللي هي el rock pool number two a is someone who learned how to read and write in ancient هو شخص اتعلم ازاي يقرأ ويكتب في مصر القديمة اكيد طبعا ده الكاتب scribe number three the connection between living and non-living things العلاقة اللي ما بين الكائنات الحية والكائنات الغير الحية is called تسمى ايه اكيد طبعا ecosystem او النظام البيئي number four i want to be a i like making beautiful pots from clay بحب اعمل واني جميلة من السلصال اكيد طبعا ده craftsmans اللي هو الشخص الحرفي number five turtles are a species are turtles السلاحف اكيد طبعا مهددة بالانقراض او فصائل مهددة بالانقراض endangered number six animals animals eat plants insects and other animals الحيوانات بتاكل النباتات والحشرات وحيوانات اخرى to a اكيد طبعا to survive عشان تبقى على قيد الحياة number seven بيقول لي the bees النحلة are a in the garden اكيد طبعا بيعمل البازينج اللي هو الطانين او بيصدر الطانين number eight اكيد طبعا يقصد ساحل مصر وساحل معناها coast ساحل مصر يا ولاد بيشمل البحر المتوسط والبحر الاحمر number nine بيقول لي a is someone who welcomes helps visitors in a hotel هو شخص بيرحب وبيساعد الزائرين في الفندوق اكيد طبعا هو receptionist موظف الاستقبال number ten نادر looks after sick animals نادر بيعتني بي الحيوانات المريضة he's a or an اكيد طبعا هو vet طبيب بيطاري number eleven we get a from trees and plants احنا بناخد ايه من الاشجار والنباتات اكيد طبعا الاكسجين او الاكسجين طيب صفحة 21 page 21 السؤال الاول بيقول لي you be at home on time هنا هنختار مصط ومصط ياولاد معناها يجب يجب ان انت تكون في البيت في الوقت المحدد number two you be quiet because daddy sleeping اكيد طبعا مصط يجب ان انت تبقى هادي علشان باباك نايم number three you walk on the grass in the park اكيد طبعا هنختار mustn't لا يجب ان انت تمشي على ال grass او الحشائش في الحديقة number four i must a my math homework اكيد طبعا must do لان مصط ياولاد بيجي وراها ال infinitive او المصدر لازم اعمل واجب الرياضة بتاعي number five we eat vegetables and fruits to be healthy اكيد طبعا مصط يجب ان احنا ناكل خضروات وفكهة علشان نبقى بصحة جيدة number six we often our uncle on fridays اكيد طبعا visit ليه ياولاد اختارت visit لان ال we بتختار دايما الفعل الفاضي اللي في المصدر اللي هي والشي والات ياولاد دول اللي بيحبوا الاس الفعل معاهم بيبقى متضف له اس انما ال i will you وال we وال they لأ دول بيجي معاهم دايما الفعل infinitive او في المصدر number seven my sister ate early every day اكيد طبعا sleeps اللي متضف لها اس اش معنى علشان my sister مفرد والمفرد بيحب الاس number eight i never ate to music at night اكيد طبعا lesson لان ال i بيجي معاها الفعل في المصدر من غير اي اضافات يعني انا ابلا مش بسمع موسيقى في الليل number nine mr. محمد ايه to bus to work every morning اكيد طبعا catches mr. محمد دايه يعتبر مفرد والمفرد بيحب الاس فهقول ايه catches مش عايزة يولاد حد يقول لي catching لان catching اللي متضف لها ing دي علشان تختارها لازم يبقى عندك في الجملة ال verb to be سواء am is are او حتى was aware number ten بيقول لي we eat yogurt and cheese for breakfast وي طبعا بتختار الفعل دايما في المصدر فهنختار we eat اخر سؤال معايا في الصفحة دي اولاد بيقول لي complete the sentences with the correct form of the word in practice طالما الشي هيجي وراها الفعل يبقى هضف له s لان الفاعل عندي مفرد she likes the black skirt هي بتحب تجيبة السوداء جملة في زمن present simple او المضارع البسيط اللي بيتكون من فاعل وفاعل number two he ايه ات عين شمس university يعني هو بيدرس في جامعة عين شمس هي مفرد يبقى هضيف للفاعل صوت الاس بس خلي بالكم اللي احنا هنحزف الواي وهنستبدلها باي وهنحط الاس بتاعتنا يبقى هي studies number three my sister a new computer at home جملة في المضارع البسيط فاعل وفاعل طبعا my sister مفرد المفرد يعني هاختار معاها هاذ مش هاذ هاذ للمفرد لكن هاذ للجامعة number four i mustn't a video games everyday اه احنا خدنا ان mustn't بيجي وراها مصدر يبقى play مش to play لا يجب ان انا ألعب ألعاب الكمبيوتر كل يوم number five بيقول لي we a tidy up the kitchen بيقول لك mustn't غلط اكيد طبعا ان المفروض اقول must يجب ان احنا نرتب الايه المطبخ number six بيقول لي you a use your cell phone in the class must اه طبعا مست غلط المفروض mustn't لا يجب ان انت تستخدم الموبايل بتاعك في الكلامة اول فصل number seven i must a my english homework a must بيجي وراها مصدر doing ما تنفعش المصدر من doing هو do يجب ان انا اعمل واجب الانجليش بتاعي and finally we a plan for the future يجب ان احنا نخطط للمستقبل يبقى must يجب ان احنا نخطط للمستقبل فبالتالي mustn't مش هتنفع فهقول مكانها ايه must بيجي 22 صفحة 22 تمارين على unit 6 الوحدة الاخيرة اللي عندنا في المنهج number one بيقول لي when it rains a lot لما المطر يمطر كتير there is a اكيد طبعا بيبقى فيه فلد فيضان number two he fell onto a beach and a his wrist هو وقع على الشاطئ واكيد طبعا hurt يعني as a his wrist number three today there is a I feel the heat of the sun انا اشعر بحرارة الشمس اكيد طبعا فيه موجة حرة اللي هي heat wave number four what's your favorite ايه الاجابة spring اه احنا قلنا الـ spring دوان يعتبر ايه فصل او موسم اللي هي كلمة season ايه هو الموسم او الفصل المفضل بالنسبالك وجينا في الانصر قلنا spring number five the destroy the whole village مين اللي بيضمر القرية كلها اكيد طبعا ده التورنيدو او الاعصار طيب صفحة 24 ياولاد page 24 السؤال الاول بيقول لي number one I'm never late for our English class انا ابدا مش بتأخر على حصة الانجليزي بتاعتنا I'm a on time اكيد طبعا always انا دايما بكون في المعاد number two my sister often a book in the evenings اكيد طبعا reads ليه اخترنا reads ياولاد لان الجملة دي في المضارع البسيط او present simple الفاعل عندك مفرد والمفرد بيحب الاس وبالتالي هاختار reads number three I always have lunch at home انا دايما باكل الغدى بتاعي في المنزل so I go to restaurants اكيد طبعا never طالما دايما باكل الغدى في المنزل يبقى انا never استحالة ابدا مش بروح المطعم number four he is a angry he has a smile on his face all the time هو دايما all the time طوال الوقت بيبقى عنده اسمايل ابتسامة على وجهه يبقى اكيد طبعا he is never angry يعني هو مش بيخضب ابدا number five how do you watch tv الاجابة بتاعتنا twice a week لما نلاقي في الاجابة يا ولاد عدد المرات اقول لك مثلا once a week twice a week three times a week four times a week ومش لازم اقول week ممكن اغيرها بday او month او year وبالتالي هاختار how often يعني كم مرة او كم عدد المرات number six بيقول لي how often do علي and omr a football يعني كم مرة علي وعمري بيلعبوا كرة قدام do يا ولاد لازما اختار مصدر الفعل لو لقيت في الجملة بتاعتك do او does او did او don't doesn't didn't فانت لازم تختار الانفناتف فيب السؤال اللي بعضو يا ولاد هنا اول جملة كلمة مني عندك غلط فبيقول لك how a do you have an english lesson اكيد طبعا هقول how often يعني كم مرة انت بتاخد حصة انجليزي number two I always remember انا دايما بتذكر to do my homework ان انا اعمل واجبي I a forget to do it اكيد طبعا never طالما دايما انا بتذكر اعمل واجبي يبقى ابدا انا مش بنسى ان انا ايه اعمله number three بيقول لي how often do you eat juice للسائلين ان دو يبقى مصدر الفعل drink number four I a my bedroom about five times a week هنا يا ولاد بيقول لك clean usually غلط اكيد طبعا لان ظرف التكرار لازم يجي قبل الفعل usually clean ظروف التكرارية يا ولادي اللي هي ايه always sometimes usually often never كل ظروف التكرار دي بتيجي قبل الفعل ظرف التكرار الفعل number five she plays volleyball she practices everyday هي بتتدرب كل يوم كل يوم دي يعني always هي دايما بتلعب ايه volleyball او كرة طائرة number six my family my family on the balcony at night وبيقول لك ان set often غلط اكيد طبعا المفروض تبقى ايه often sets ظرف التكرار يا ولاد بيجي قبل الفعل و my family مفرد علشان كده ضفت للفعل s طيب عندي هنا يا ولاد quiz onions one and two صفحة خمسة وعشرين page twenty five بيقول لي هنا اختار ingredients need kitchen fridge oven ingredients مكونات need يحتاج kitchen مطبخ fridge من المهم جدا ان انت تكون منظم when you cook لما تيجي تطبخ think about what you ايه فكر في ايه اكيد طبعا هتفكر في اللي انت محتاج تعمله يبقى what you need to do ايه اللي انت محتاج تعمله first اولا turn on شغل the ايه اكيد طبعا the oven الفرن so that it's at the right temperature عشان يكون في درجة الحرارة المناسبة when you use it لما تيجي تستخدمه have all the right equipment and ايه اكيد طبعا will ingredients المأدير before you start قبل ما تبدأ follow the instructions اتبع التعليمات carefully بحرص and always tidy up ودايما نظم ذا ايه اكيد طبعا kitchen المطبخ afterwards بعد ذلك have fun السؤال التاني يا ولاد سؤال التوصيل سؤال التوصيل يا ولاد هوصيكم ان احنا نقرأ الجمل دي كويس جدا جدا قبل ما نبدأ في الحل number one بيقول لي are there any tomatoes هل يوجد اي طماطم اكيد طبعا هقول لي yes there are جاوبت بياس وعملت كراسنا بين اول كلمتين مدال ما هي are there بقت there are number two I'm good at good at بيجي وراها فعل ing وبالتالي هاختار playing football انا جيد في لعب كرة القدم number three بيقول لي a nightmare الكابوس هو ايه اكيد طبعا اذا bad dream هو حلم مزعج number four turn your oven on شغل الفرن بتاعك ليه to get it hot before baking a cake علشان يبقى صخنة قبل ما تخبز الكيك number five what sports what ده يا ولاد سؤال يبقى اكيد هتلاقي الجزء اللي بيكمل واخره علامة استفهام اللي هو ده do we have in Egypt ايه الرياضات اللي موجودة عندنا في مصر السؤال اللي بعده السؤال التالت بيقول لي number one I'm bad at a French اكيد طبعا bad at يا ولاد بيجي وراها verb ing bad at good at great at تلات كلمات دول بيجي وراهم الفعل ما تضفلوا ing number two بيقول لي there any rice ده طبعا سؤال طالما في there يبقى يا اما is there يا اما are there طب is والله are are هلط يبقى is ولازم تبقى فاهم برضو انت اخترت is لي لانك بتتكلم على rice الرايس ما بيتعدش اللي هو القرز والاسم اللي ما بيتعدش بنعمله زي المفرد بالضبط يعني هياخد is يبقى هل يوجد اي قرز number three can I have a grapes الجملة دي يا ولاد جملة ايه جملة طلب ممكن اخد عنب وجملة الطلب بستخدم فيها some يبقى ممكن اخد بعض العنب some grapes number four about buying some pineapples about D حاجة من اتنين يا what about يا هو about اللي هي معناها ماذا عن ماذا عن شراء بعض الانانس number five we haven't got a oranges اه haven't جملة منفية النفي مش بنستخدم معه ثم النفي بنستخدم معه any واكيد طبعا جاي وراها اسم جامعة any oranges طيب السؤال اللي بعد كده يا ولاد سؤال ترتيب Egypt sport is what the most popular in وبيقولك ابدأ ب what what اداة الاستفهام بيجي وراها الفعل المساعد اللي هو is what is وبعد كده هقول the most popular sport the most يعني اكتر و popular sport يعني رياضة شعبية و in Egypt يعني في مصر يبقى ايه هي اكتر the most اكتر popular sport رياضة شعبية is a very important Egyptian sports person هداية ملاك شخصية رياضية مصرية مشهورة جدا and she's one of the two people who carry the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games in 2021 ان هي شخص من اتنين اللي رفعوا العالم المصري في دورة الألعاب الأولمبية اللي كانت مقامة في توكيو عام 2021 great owner ده شرف كبير او شرف عظيم she was born on April 21st 1993 هي اتولدت في 21 ابريل 1993 she began practicing taekwondo بدأت ممارسة رياضة taekwondo at the age of seven في عمر سبع سنين and won وفازت many prizes الكثير من الجوائز at the age of 14 وهي عندها 14 سنة she won many important awards هي فازت بجوائز مهمة كتير she also won the bronze medal فازت بالميدالية البرنزية in Tokyo in 2021 في توكيو عام 2021 she won the bronze medal هي فازت بالميدالية البرنزية at the rio olympics in 2016 اللي كانت مقامة في ريو هي فازت برضو بالميدالية البرنزية اللي كانت في ريو عام 2016 السؤال الاول بيقول لي the olympic games in 2021 was in دورة الالعاب الالمبية اللي كانت عام 2021 كانت مقامة في كانت مقامة في توكيو يا ولاد هي tokyo in 2021 number two she began practicing at the age of seven بدأت ممارسة ايه اكيد طبعا ال taekwondo لعبة taekwondo number three هدايا carried her countries ايه in 2021 اكيد طبعا رفعت عالم بلدها لعام 2021 السؤال الرابع بيقول لي what is hidayah mallax sport ايه هي رياضة هدايا ملاك اكيد طبعا taekwondo number five what's the most important word she won ايه هي اكتر جايزة مهمة هي فازت بيها اكيد طبعا she won هي فازت the bronze medal الميدالية البورنزية in tokyo في توكيو in 2021 في عام 2021 بعد كده مديني سؤال punctuate ويت اتفقنا ان اول حرف the first letter لازم يكون capital وبالتالي ال f هنا هتكون capital في طبعا هنا apostrophe فريدة وما بين ال s هنحط ال apostrophe يبقى farida's favorite food الطعام المفضل لفريدة is a chocolate وفي الاخر خالص هنحط فالسطوب لان دي طبعا جملة عادية احنا كده حلينا لحد صفحة 26 page 26 اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو يا ريت لو عجبنا الفيديو وننساش نشترك في القناة ومننساش ندوس على زرار اللايك شوفكم على خير في فيديو جديد وسلام عليكم